بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الشابط الرابع بعنوان multi views from isometric سوف ناخد بعض الأمثلة وأول مثال هناخد first case اللي هي object has only normal surfaces يعني كل الخطوط هي موازية لـ isometric lines هذا المثال وهذا المجسم بتاعنا الخطوط بتاعنا هي يئمة موازية للـ x يئمة موازية للـ y يئمة موازية لـ a للـ z ولو حاولنا رسم الelevation والبلان والside view هنتحصل على الشكل التالي ده الelevation بتاعنا هذا الelevation بتاعنا اللي عرضه l وارتفاعه a ارتفاع الـ h لو أخذناها خط خط حيكون ايه حيكون الخط هذا هو ايه هو الخط ده والخط هذا العمودي هو هذا الخط بتاعنا الخط هذا العمودي هو هذا الخط بتاعنا وهذا الخط الأفقي أو موازي للـ y هو هذا الخط قلنا هنا العرض بتاعه l والارتفاع بتاعه h لو نظرنا من فوق عشان نرسم ايه البلان هنتحصل على ايه هنتحصل على مستتيل اللي هو هذا المستتيل بتاعنا المفروض هنا عنده العرض بتاعه l اللي هو نفس عرض الـ elevation والارتفاع هنا هو ايه هو ايه الـ w بتاعنا دي بالنسبة لهذه الأبعاد بتاعنا هذا قلنا الـ h وده الـ l ولو رسمنا الـ side view هنتحصل على ايه هنتحصل على مستتيل هذا المستتيل بتاعنا المفروض العرض بتاع الـ side view وهذه معلومة مهمة هي ايه هي ارتفاع البلان اللي هي ايه اللي هي الـ w وارتفاع الـ right side view اللي هي هنا الـ h هي نفس ارتفاع اللي بيش دي مهمة جدا المعلومة نعيدها ثاني العرض بتاع الـ side view هو ارتفاع ايه ارتفاع البلان وارتفاع الـ right side view هو نفس ارتفاع اللي بيش هذا قلنا الـ الارتفاع بتاعه الـ w وهذا عرضه ده الـ w كده تحصلنا على ايه على الـ elevation side view و الـ plan هذه النقطة عشان ناخذ فكرة على العلاقة بين المساقط والمنظور هذه النقطة المفروض موجودة فين في الـ elevation هي هذه النقطة في الـ side view هي موجودة هنا وفي الـ plan المفروض موجودة هنا هناخذ الحالة الثانية second case object has normal surfaces and non-isometric surfaces يعني هذا المثال اللي اخدناه فيه normal surfaces زي هذه هذه normal surface هذه normal surface ولكن هذه ما هي normal surface ازاي حنرسم الـ elevation والـ plan والـ side view هذا المفروض الـ elevation بتاعنا يعني نظرنا في الاتجاه هذا عشان نرسم ايه عشان نرسم الـ elevation هذا الخط بيمثل هذا الخط هذا الخط بيمثل الخط ده وكمان هذا الخط هنا هو ده الخط ده وهذا الخط هو هذا الخط والخط اللي تحت اللي هو موازي للـ y هو هذا الخط كده تحصلنا على ايه تحصلنا على الـ elevation دي بنسميها non-isometric line هذا كمان اسمه non-isometric line يعني خط غير موازي لا للـ x ولا للـ y ولا للـ z دي الخطوط بنسميها non-isometric line بالنسبة للـ plan لو نظرنا من فوق حنتحصل بكل بساطة على مستطيل هذا المستطيل بتعنا ايه العرض بتاعه w هذه الـ w بتاعنا او الارتفاع بتاعه w وعرضه ايه العرض بتاعه هي l اللي هي عرض للـ elevation هنا لو نظرنا من فوق في الخط اللي هنا ده اللي هو هيجي على مستوى النقطة دي كده ومحتاجين نرسم هنا خط visible visible line عشان نكمل ايه الـ plan بتاعنا هذا الـ plan بتاعنا هذا كملناه الخط اللي هو بمثل الخط اللي هنا بالنسبة لايه بالنسبة الان للـ right side view لو نظرنا في الاتجاه هذا عشان نرسم ايه الـ right side view حنتحصل على مستطيل ولكن في خط هنا لو نظرنا في هذا الاتجاه الخط هذا خط مخفي يعني لو نظرنا في الاتجاه هذا النقطة هذه مخفية يعني هنرسمها هنا في شكل ايه هنرسمها في شكل dash dash line نرسمها في شكل ايه في شكل dash line هنا objects are decomposed into solid geometric primitives يعني ايه يعني اي مجسم ممكن يكون هو عبارة على مجموعة من المجسمات الصغيرة يعني ايه زي مثلاً rectangular prism هنا عندنا متوازي مستطيلات لو اردنا رسم الـ elevation بتاعه هننظر في الاتجاه هذا وحنتحصل على ايه هنتحصل على مستطيل بكل بساطة لو نظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على ايه على الright side view هذا الright side view بتاعنا لو نظرنا من فوق هنتحصل على مستطيل اللي هو ده هو هذا المستطيل بتاعنا اللي هو البلان هذه يعني مجسمات بسيطة ولكنها اساسية بالنسبة للسيلندر or negative سيلندر يعني هول يعني سيلندر فاضي لو نظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على ايه هنتحصل على مستطيل لو نظرنا في الاتجاه هذا عشان نرسم ايه الright side view هنتحصل على مستطيل اللي هو نفس المستطيل ولو نظرنا من فوق هنتحصل على ايه هنتحصل على دايرة هذا الاليباشن هذا الright side view هذا ايه البلان يعني هذه المساقط بتاع المجسمات البسيطة لو اخدنا الحالة بتاع الكون لو نظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على مثلث وده ايه ده الاليباشن لو نظرنا في الاتجاه هذا كمان هنتحصل على مثلث ولو نظرنا من فوق هنتحصل على ايه هنتحصل على الدائرة اللي هي تحت هذي الدائرة بتاع ده بالنسبة للكون عندنا حالة رابعة اللي هي ايه البيراميد لو نظرنا من هنا هنتحصل على ايه على مثلث لو نظرنا في الاتجاه هذا كمان هنتحصل على مثلث ولو نظرنا من فوق هنتحصل على ايه هنتحصل على هذا الشكل المفروض هذا الخط هو هذا الخط بتاعنا هذا الخط هو هذا الخط خط هذا الخط هذا مخفي من ناحية دي ومن ناحية دي وهذا الخط هو المفروض هذا الخط هذا الخط هو هذا الخط وهذا الخط هو هذا الخط الخط ده هو مخفي من ناحية التانية ده المساقط الثلاثة بتاع البيراميد لو نظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على دايرة لو نظرنا في الاتجاه هذا هنتحصل على دايرة ولن نظرنا من فوق كمان هنتحصل على دايرة يعني بالنسبة للسفير كل المساقط هي عبارة على دوار adjacent areas that are not in the same plane must be separated by lines هنا قاعدة مهمة جدا بتقول أنه المساحات اللي هي في غير مستوى adjacent areas that are not in the same plane اللي هي ما هي موجودة في نفس السطح زي المساحة هذه والمساحة هذه كل مساحة موجودة على مستوى معين في الحالة هذه لما نيجي نرسم المساقط المساحة هذه والمساحة هذه لازم يفصلهم must be separated by lines تعال نشوف ازاي هنرسمهم لو أردنا رسم المساقط لو نظرنا من هنا هنرسم ايه هنرسم the elevation يعني هنتحصل على الشكل ده اللي هو هذا الشكل بتاعنا مثال الخط هذا العمودي هو هذا الخط العمودي بتاعنا خط هذا العمودي هو هذا الخط العمودي بتاعنا بالنسبة للبلان لو نظرنا من فوق عشان نرسم البلان هنتحصل على ايه على الشكل ده هذا الخط هو هذا الخط بتاعنا هذا الخط هو هذا الخط بتاعنا هنا بنقول لو عندنا سطح وسطح ثاني موجودين في مستويات مختلفة لازم يكون في المسقط لازم يكون فيه خط فاصل بين السطحين line exists هذا الخط الفاصل بين السطحين الان لو اخذنا السطحين في نفس المستوى هذا السطح وهذا السطح في نفس المستوى same plane هنعمل ايه المفروض هنشيل الخط الفاصل بين السطحين هنا هيكون عندنا نفس المستوى وتحت عملنا ايه شلنا الخط الفاصل بين السطحين واصبع عندنا سطح واحد هنا هنشوف مع بعض مسألة precedence of lines اولوية الخطوط الثلاثة اول اولوية هي ال visible line بعدها ييجي ال hidden line وبعدها ييجي ال center line هنشرح يعني ايه اولوية الخطوط هناخذ المثال بتاع المنظور التالي ده لو نظرنا للمنظور ده في الاتجاه هذا هنتحصل على ايه هنتحصل على هذا elevation هذا elevation بتاعنا هنا عندنا الدايرة هنا عندنا الدايرة هنا عندنا خط مائل هذا الخط المائل بتاعنا هذا خط عمودي وده خط عمودي يعني هذا ايه هذا elevation بتاعنا لو نظرنا من فوق عشان نرسم البلان هنتحصل على ايه في الاول هنتحصل على مستتيل المستتيل ده بيمثل ايه المفروض الخط هذا بيمثل الخط هذا الخط هذا اللي تحت بيمثل الخط هذا مع الخط هذا والخط اللي هنا هو الخط ده لكن بباقي اشكال ثانية لازم نرسمها في البلان لو نظرنا من فوق من هنا او من هنا نفس الشيء الاستوانة هنا هتكون مخفية يعني لو نظرنا من هنا هنرسم الاستوانة هنا بيستعمال ايه الهيدن الهيدن لاين بيستعمال ايه بيستعمال الهيدن لاين يعني هنا هنرسم ايه الهيدن لاين من ناحية التانية كمان عندنا هيدن لاين يعني الخط ده والخط ده بيمثل ايه بيمثل الاستوانة ليه رسمناه هيدن لاين لأن الاستوانة مخفية لو نظرنا من فوق الاستوانة بتاعي ايه مخفية كمان هنا بالنسبة للنقطة دي اللي هي بتمثل الخط اللي تحت ده اللي هو خط مخفي هنرسمه ايه هنرسمه داشلين على نفس المستوى بتاع الاستوانة بتاعنا في خط هنا في النقطة دي اللي هو الخط ده لو نظرنا من فوق الخط ده ظاهر visible line لكن حيجي معا مكان ايه center line هنا حيجي معا مكان center line وهنا السؤال هنرسم center line ام visible line ام الخط ده قلنا هنا الاولوية لل visible line قبل ايه ال hidden line يعني هنرسم ال visible line قبل ايه قبل ايه ال center line يعني هنا هنرسم ايه هنرسم ال visible line ده اللي بيمثل الخط ده. هذه الاولوية قلنا لمين? للفيزيبل لاين. بعدها لو اردنا ان نرسم الرايت سايد بيو. هنتحصل على ايه? هنتحصل على مستتيل. هذا المستتيل بتاعنا. الخط اللي تحت المفروض ده موجود هنا. والخط اللي فوق ده على خط موجود هنا. باجي اشكال ثانية اللي لازم نرسمها. اول حاجة عندنا الاستوانة. لو نظرنا من هنا الاستوانة مخفية. يعني هنرسمها ايه? هنرسمها داش داش لاين. لكن في كمان هنا في خط لو نظرنا من هنا. اللي هو الخط الهنا اللي وراه. هو خط مخفي. هنرسمه ازاي? هنرسمه داش لاين او هيدن لاين. يعني هنرسم هنا في هذا المكان. هنرسم الهيدن لاين. مكان ايه? مكان السنتر لاين. ليه? لان الاولوية. ليه? الهيدن لاين. باجي عندنا خط ثاني. اللي هو الخط اللي هنا في النقطة دي. هو الخط ده. لو نظرنا من هنا الخط ده ظهر. ولكن في نفس المكان هنا كان عندنا ايه? كان عندنا ايه? السيلندر. الاستوانة. ليه هو داش لاين. السؤال هنا هنرسم السولد لاين وإلا الداش لاين. لا هنرسم ايه? السولد لاين. اللي هو الفيزيبل لاين. يعني هنعوض ده بايه? بسولد لاين. عشان يمثل ايه? عشان يمثل الخط ده. هذه اولويات الخطوط. نعيدها ثاني. فيزيبل لاين. بعدها الهيدن لاين. بعدها ايه? السنتر لاين. يعني لو جالك في نفس المكان فيزيبل لاين وهيدن لاين. هترسم الفيزيبل لاين. لو جالك في نفس المكان هيدن لاين وسنتر لاين. هترسم ايه? السنتر الهيدن لاين.